ترجمة نانسي قنقر هي كوننا نتطلع إلى الآخرين بحثاً عن مثال أعلى أو أسوى حسنة حتى نغتدي بها ونمشي على دربها تشير الدراسات إلى أن الإنسان الذي لديه مثال أعلى يعرفه شخصياً ويعرف سيراته عن كثب يظهر قدراً أعلى أو قدراً أعلى من تقدير الذات وبالتالي يتميز قدر أعلى من تحصل لعلمي والمهني إحدى الصفات المشتركة عند الكثير من الناجحين هي وجود قدوة حسنة في حياته عند الصغر يتطلع الإنسان إلى والديه ويستلهم منهما في أغلب الأحوال القدوة الصالحة ولا ريب أن فقدان هذه القدوة أو فشل الإنسان في الحصول على قدوة مناسبة في أول حياته قد يشكل عقب أمام تطوره النفسي والاجتماعي وربما لاحقاً تطوره المهني غير أن فقدان القدوة في أول الحياة لا يعني فقدانها كل العمر صحيح أننا كثيراً عندما نسأل الناس عن شخص أثر بهم كثيراً تجد إجابات أبي أمي وهذا لا شك من الأمور المتوقع غير أنك تجد الكثير الناجحين يذكرون لك أمثلة أخرى على أفراد ليسوا من الولدين أو الأقارب أثروا بطريقة إيجابية على مسارهم المهني عندما نسأل بعض الناس بشكل عام عن مثلهم الأعلى في الحياة وفي العمل غير الأم والأب تجد أن إجاباتهم تتراوح بين سياسيين رجال دين ربما فنانين أو مثلين رياضيين رجال أعمال أثرياء التحدي هنا هو أننا عندما نختار مثلاً أعلى عبر ما نعرفه عنه من السلطة المهمة في الحياة وهي سلطة الإعلام المجلات التلفاز فإن نحصل على صورة مشتزأة عن حياتهم وبالتالي لا يمكننا البناء كثيراً عليها لأسباب كثيرة منها أولاً المعلومات التي نعرفها عنهم هي في الغالب معلومات قد جرى تجميلها وأحياناً تشويهها عبر الإعلام ثانياً إن هذه المعلومات معلومات مشتزأة بمعنى أن لا نرى الصورة كاملة ثالثاً تختلف ظروف نشأتهم وحياتهم في غالب الأحوال عن ظروف حياتنا ونشأتنا وأحوالنا مثلاً كلنا نعترف بأن شخص مثل بيل دييتس هو شخص ناجح ويمكننا الاستفادة من تجربته ولكن هل هو بالضرورة مثل أعلى للناجحين العرب؟ كل تجربة مر بها إنسان هي مصدر غنى لنا غير أنه يوجد فرق بين التعلم من دجرب الغير وبين اتخاذهم قدوات بمعنى أن نحاول تشكيل حياتنا ومستقبلنا تبقى لهم ما هي فوائد وجود مثل أعلى أو قدوة حسنة؟ الفائدة الأولى هي الاطلاع على وجهات نظر جديدة مميزة نستطيع أن نتعلم كيف يقاربون الحياة كيف يواجهون الصعاب الفائدة الثانية هي الاطلاع على سلوكيات معينة محددة نستطيع تطبيقها حالاً في حياتنا العملية الفائدة الثالثة هي الارتقاء بحماستنا حيث أن القدوة الصالحة تتميز في العادة بشغف داخلي ودافعية داخلية عالية لاختيار مثال أعلى في العمل وفي الحياة أنصحك بالأمور التالية أولاً اختر من الناس من تجده يعشق عملها لديه شغف وشوق إلى ممارسة المهنة التي يعمل بها اهرب من أولئك الذين يكرهون ما يعملون ويفرطون في التذمر لأنهم يشكلون طاقة سلبية لا تحتاج إليها في حياتك ثانياً اختر من الناس من يتصف بالعمل الجاد لا يتكدون على الآخرين بل يستفيدون من الناس ويفيدون الناس ثالثاً اختر من الناس من يتمتع بالحرية الفكرية والاستقلالية وتظهر سلوكياته أنه لا يبيع عقله للآخرين رابعاً اختر من الناس من نجح في حياته عبر الخلق الرفيح والأخلاقيات السامية الإيجابية خامساً ليس بالضرورة أن يكون مثلك الأعلى شخصاً مشهوراً أو سرياً يمكن أن يكون من بيئتك المباشرة اختمى الناس من تعرفه أو يمكن أن تتعرف عليه من لديه سلوكيات وأخلاقيات عمل تستطيع تطبيقها حالاً في حياتك وفي عمل مثل الشرح ذكرناها لالتزام بالوقت الجدية في العمل النظر الإيجابية الثقة بالنفس الرؤية الثاقبة والحقيمة وتجاوز الصعاب سادساً لا تتوقع المستحيل من مثلك الأعلى الناس تخطئ وتصيب وبالتالي فشل مثلك الأعلى في الحياة أو في العمل في ناحية معينة لا يعني انتهاء صلاحيته كمثال أعلى أهميته هو قدوة في تجاربه التي مر بها سابعاً عدم قدرتك على إيجاد مثل أعلى متكامل لا يعني عدم القدرة على اكتشاف سلوكيات راقية من أناس متعددين يمكن أن نبني عليها في هذه الحالة أتعلم الصبر من فلان وأتعلم الإبداع من فلان آخر أتعلم تجاوز التحديات من سيدة أعمال ناجحة أتعلم العمل الجاد من رياضي أتعلم النظر الإيجابية من أطفال المخيمات الذين لا تفارقهم البسمة رغم الصعاب في الحقيقة نستطيع أن نمضي أسابيع سوياً نتكلم عن أخلاقيات العمل ومحاول النجاح ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يكون له معنى دون الانتقال من حيز الفكرة إلى حيز التطبيق وأفضل وسائل التطبيق الصحيح هي اكتشاف تجارب الآخرين وتطبيقها حالاً في واقع حياتنا يوجد مثل عربي يقول قل لي من تعاشر أقول لك من أنت ويقول أحد كبار خبراء التنمية الذاتية وهو جيم رون إن شخصيتك هي مجموعة شخصيات الخمس الأكثر التصاقاً بك وهذا يعني بأنه كلما ارتقى الإنسان بنوعية أصدقائه كلما ازدادت نوعية أفكاره وإنجازاته وهذا دليل على أهمية معاشرة المتميزين في القسم المقبل لن نتكلم عن نفاهيم جديدة ولكن سنتكلم عن قصص لشخصيات عربية ربما ليست شخصيات مثالية لكل الناس ولكنها مرت بظروف تجارب يمكن لأي مننا الاستفادة منها ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر